من الوقت يجي معدى مع مجز الأهم وآخر الأنباء مع مصطفى تفضلي مصطفى شكرا لك يا بساند التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قام وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي بزيارة السبارة المصرية في واشنطن حيث التقى بعض رموز الجالية المصرية هناك على هامش زيارته التي يقوم بها إلى واشنطن أشار عبد العاطي خلال اللقاء مع ممثلي الجالية المصرية إلى الأولوية التي تعطيها الدولة لشؤون المواطنين المصريين المقيمين في الخارج كما حرص على استعراض أبرز محددات السياسة الخارجية المصرية وولويات تحركها بالإضافة إلى ما تطلع به من نشاط للتعامل مع التحديات والأزمات الإقليمية والتفاعل مع القضايا الدولية وقد حرص عبد العاطي على الإشارة لما توليه وزارة الخارجية من أهمية كبيرة لدعم جهود الدولة الاقتصادية والعمل على جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني والترويج للمشروعات التنموية كما حرص على استماع لرؤى ومقترحات ممثلي الجالية في هذا الشأن أشتب الدور الذي يطلع به أبناء مصر في الخارج من تعزيز للروابط الشعبية بين مصر وبين الدول التي يقيمون بها كما التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي بالمبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي مايك هامر ومساعد وزير الشؤون الإفريقية مولي في في واشنطن وقد أكد خلال نقاء أن منطقة القرن الإفريقي تحتل مرتبة متقدمة من أولويات السياسة الخارجية المصرية على ضوء اتصالها المباشر بالأمن القومي المصري وشدد على حرص مصر على دعم جهود تحقيق الاستقرار واستعادة الأمن في دول منطقة القرن الإفريقي فضلا عن مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة في هذه المنطقة الحيوية للأمن الإقليمي والدولي ولتأمين حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب كما التقى أيضا وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي بالمبعوث الأمريكي إلى السودان توم بيرليو وذلك خلال زيارته إلى واشنطن وقد أكد وزير الخارجية محددات الموقف المصري تجاه السودان الذي يرتكز على دعم مؤسسات الدولة السودانية وشدد على حرص مصر على وحدة السودان وسلامته الإقليمية ورفض التدخلات الخارجية وقد استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية لحل الأزمة السودانية لسيما استضافتها لقمة دول جوار السودان في يوليو 2023 ومؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي انعقد في يوليو 2024 ومشاركتها الفاعلة في مباحثات جينيف مؤخرا كما نواها عبد العاطي إلى استمرار مصر في فتح أبوابها أمام الأشقاء السودانيين وأكد على أهمية قيام جميع المنحين الدوليين بالاطلاع بتعهداتهم تجاه دول الجوار السوداني المستقبلة للاجئين السودانيين وصف وزير الخارجية اللبنانية عبدالله أبو حبيب الهجمات الإلكترونية التي حدثت مؤخرا في لبنان وما نتج عنها من ضحايا بالألاف من الجرحة وصفها بالإرهاب وحمل إسرائيل مسؤوليتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي وفي هذه الجلسة التي خصصت للبحث في الوضع في لبنان والشرق الأوسط قال محبيب إن هذه الانفجارات التي قتلت العشرات في مختلف أنحاء لبنان على مدى يومين ماضيين هي أسلوب حرب غير مزبوق في وحشيته وإرهابه وأكد أن استهداف ألاف الأشخاص من مختلف الأعمار يمارسون أعمالهم في منازلهم وشوارعهم ووظائفهم هو عمل مجنوبي على جانب آخر أكد حزب الله اللبناني في بان له مقتل اثنين من قياديه في الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الضحاية الجنوبية في بيروت وكذلك أيضا الضربة الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل أربعة عشر شخصا وفق بيان وزارة الصحة اللبنانية والتي قالت أن العدد مرشح للزيادة مع عمل فرق الإنقاذ طوال ساعة الليل أعرب وزير الدفاع الأمريكية لويد أوستون عن قلقه من التصعيد بين إسرائيل وبين حزب الله على خلفية اغتيال إبراهيم عقيل القائد العسكري البارز في الغزب في ضربة إسرائيلية وخلال اتصال هاتفي عقده مع نظيره الإسرائيلية يو أف جالانت أعاد وزير الدفاع الأمريكي التأكيد بقوة على أهمية التوصل إلى حل ديبلوماسي لإنهاء حالة التصعيد بشكل يمكن السكان من العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود اللبنانية والإسرائيلية استشهد أربعة وأربعون فلسطينيا من بينهم أطفال ونساء وعصيب آخرون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة وقد أفادت وكلة الأنباء الفلسطينية باستشهاد فلسطينيين اثنين بغارتين شمالي القطاع أحدهما في استهداف منزل في بيت لهيا والثاني جراء قصف مركبة في بلدة بيت حنون أصفر أيضا عن إصابة عدد آخر أما في مدينة غزة فقد استشهد ثمانية عشر مواطنا بنحو ست غارات متفرقة استهدفت الأولى منزلا بحي الدرج أصفر عن استشهاد ستة من بينهم سيدتان بينما استشهد ستة آخرون من بينهم ثلاثة أطفال وسيدتان في قصف استهدف منزلا وسط المدينة وفي المحافظة الوسطى لقطاع غزة استشهد عشرة فلسطينيين في غارتين منفصلتين أقاد نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا عدة لقاءات مع قيادات من أكثر من 35 مؤسسة مالية عالمية ذلك على هامش مشاركته بفعليات بعثة طرق الأبواب التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في العاصمة البريطانية لندن جاء ذلك بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالاقتصاد المصري ومناقشة تطور مؤشرات الاقتصاد المصري من أجل دعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقد أكد نائب محافظ البنك المركزي التزام البنك بضمان استدامة السياسات التي تدعم الاقتصاد وتكذب وتشجع الاستثمار وأشار إلى أن الهدف ليس إحداث طفرات مؤقتة بل التأكد من تعزيز الثقة المستدامة في النظام المصرفي المصري وشدد على أن القطاع المصرفي يمتلك صلابة وملاءة مالية قوية وقد أثبت مرونته في مواجهة حدد من التحديات الاقتصادية وهذه نهاية الموجز عودة لاستكمال باقي فقرات الصباح الخير مصر بعد هذا الفصل ترجمة نانسي قنقر